إلا أن في الحديث الصاحب ساحب يقول عليه الصلاة والسلام والمرء على ديني خليلي فلينظر أحدكم من يخالل وأهل الله يقولون لا تصحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي صحبة الفجرة تعلم الفجور صحبة الكذابين تعلم الكذب صحبة الفساق تعلم الفسوق باللاجعور حاله يأخذ الأحوال حال الإنسان يسرق بعضها من بعض بالصحبة إذا كالصحبة أمر خطير وهذا الجيل الجديد اليوم إذا أردنا أن نحفظه فعلينا أن نحفظ صحبتها أن نعرف أولادنا وأبنائنا وبناتنا أن نعرفهم على كرام الناس وعلى صلحاء الناس وأن نهيئ لهم صحبة طيبة صالحة حتى العصيمهم من الشيطان يبتعدون